كانت وما زالت مسألة الإخفاء القصري في العراق واحدة من أكبر التهم التي تواجه بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحكومات المتعاقبة في العراق بعد العام 2003 وربما كان أولها معرفه العراقيون بفضيحة سجن الجادرية التي كشفها ناشط عراقي في العام 2005 أكد فيها مقتل عشرات المواطنين بأبشع الوسائل على يد قوات حكومية تعمل تحت إشراف أمريكي ومرتبطة بوزير الداخلية حينها باقر صولاغ وفي محاولة الانتصاص تداعيات الفضيحة قالت وزارة الداخلية أنذاك إنه لم يتم تسجيل إلا سبع حالات تعذيب نافية إنشاءها سجونا سرية في وقت لفتت فيه واشنطن إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 168 شخصا بيد أنها رفضت الدعوات المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة الأمر لم يتوقف عند ذلك فحالات الإخفاء القصري وانتشار السجون السرية صارت كابوسا يؤرق العراقيين ففي شهر آب من عام 2014 كشفت منظمة السلام العراقية لحقوق الإنسان عن وجود خمسة سجون سرية في مناطق الكاظمية وبغداد الجليدة والكرادة والجادرية ومطار المثنى يقبع فيها أكثر من 900 معتقل اللجنة الدولية للمفقودين أشارت إلى أن علد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألفا ومليون بينما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم من جانبها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الحكومية بممارسة الإخفاء القصري من خلال توثيقها لـ 78 حالة تم تنفيذها في الفترة بين نيسان 2014 وتشرين الأول 2017 مؤكدة أن مجموعة تحت قيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مسؤولة عن نحو نصف حوادث الإخفاء مؤكدة سنساق سنساق